بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على النعماء والشكر له على الآلاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له عظيم الثناء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ختام الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأوفياء ومن سار في طريقهم يرتجي دار الأتقياء ثم أما بعد فطبتم وطاب من شاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأهلا وسهلا بهذه الوجوه النظرة مجددا في هذه اللقاءات العطيرة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون لنا ولكم زادا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إخواني الأكارم إن من العقود المؤكدة المغلظة الموثقة في هذه الشريعة عقد الزواج الحياة الزوجية الجانب الأسري الذي اهتم به الإسلام وحافظ عليه ووصف الله سبحانه وتعالى هذا العقد وهذه العلاقة بالميثاق الغليظ وأخذنا منكم ميثاقا غليظا وبين النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لقد أخذتموهم بأمان الله إشارة لأهمية هذه الحياة ولذلك حرصت الشريعة على بقاء هذه الرابطة وهي الرابطة الزوجية وقوتها واستمرارها وحمايتها من المهددات وحمايتها من المؤثرات وقد بيّن الله سبحانه وتعالى خلاصة هذه العلاقة وجعل بينكم مودة ورحمة هذه الكلمات القليلة تجلي لنا خلاصة هذه الرحلة التي تكون بين الزوجين والعلاقة التي تكون بينهما لذلك أحببنا في هذه الليلة أن نعيش مع هذا المعنى وهو معنى المودة والرحمة صور المودة والرحمة كيف تتحقق هذه المودة والرحمة بين الزوجين ونحن في وقت أحوج ما نكون فيه للحديث عن مثل هذا الموضوع ونحن نرى الفراق والاختلاف والطلاق والشتات في كثير من الأسر لا سيما تلكم الزيجات التي يحدث فيها الفراق في وقت مبكر فمن أولى صور وأسباب الرحمة والمودة بين الزوجين تقوى الله عز وجل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وص الرجال فقال اتقوا الله في النساء هذه العلاقة أساسها قائمة على تقوى الله عز وجل في بدايات سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء تأملوا ابتداء سورة النساء بهذه الآية للإشارة إلى أن العلاقة مع النساء قائمة على تقوى الله عز وجل وتضمين ذكر الأزواج في هذه الآية للإشارة أيضا إلى أن العلاقة تقوم على تقوى الله عز وجل ولذلك أمر الرجل بأن يحفظ أهله وأن يقيهم قو أنفسكم وأهليكم نارا وهذا لا يتحقق إلا بتحقيق تقوى الله عز وجل والارتباط بالله عز وجل الإيمان بالله عز وجل الخوف من الله عز وجل تشجيع البعض على طاعة الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نماذج قال رحم الله امرأة قام من الليل فأيقظ أهله ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها وذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الرجل من الليل فأيقظ أهله وصليا جميعا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هذه الصور لتحقيق تقوى الله عز وجل وجاء في سير بعض الصالحات أنها كانت تقول لزوجها إذا خرج للعمل وللمعاش اتق الله ولا تأخذ شيئا من الحرام وصية عظيمة تدل على أن أساس هذه العلاقة تقوم على تقوى الله عز وجل فإذا تحقق تقوى الله عز وجل كانت هذه الحياة مبنية على الرحمة وعلى المودة وأيضا من الأمور التي تحقق تقوى الله عز وجل التي تحقق المودة والتراحم بين الأزواج الأخلاق الحسنة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا المعنى في حديث كثيرة قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال خياركم خياركم لنسائكم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عامة تؤكد قضية الأخلاق فالحياة الزوجية لابد أن تقوم على الأخلاق التي من أساسها الاحترام المتبادل بين الزوجين لا سيما أمام الأبناء أمام الأرحام إذا لم تكن هذه العلاقة موجودة بين الزوجين تتشتت وتضعف هذه العلاقة وتضيع معاني المودة والرحمة الحياة الزوجية قائمة على الرحمة كما في الآية التي نتكلم عنها قائمة على الابتسامة على خفض الجناح على حسن العلاقة التي تكون بين الزوجين فلابد أن تكون هناك الأخلاق الكريمة التي تكون بين الزوجين حتى تتحقق المودة والرحمة في الحياة الزوجية أيضا مما يحقق التراحم والتواد بين الزوجين ذكر الله عز وجل الحياة الزوجية تحتاج أن تكلل بذكر الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب الحياة الزوجية تحتاج إلى تحصين بذكر الله عز وجل من الشيطان لأن من مقاصد الشيطان زعزعت هذه الحياة الزوجية وتفريق هذه الحياة كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يرسل سرايا فأكثرهم فتنة أقربهم إليه منزلة ويأتي أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا ثم يأتيه الآخر فيقول فرقت بين الرجل وامرأته فيدنيه ويلتزم لأنه عمل عظيم عند الشيطان أنه فرق بين الرجل وبين امرأته فمما يحصن ويحفظ الأزواج المحافظة على ذكر الله عز وجل التحصينات الشرعية أن يداوم عليها وأيضا مما يحقق التراحم والمودة بين الزوجين الدعاء دعاء كل طرف للآخر النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس في الصحيح كان يجلس في مصلى إلى الغدات ثم يخرج فيمر على نسائه امرأة امرأة يسلم عليهم ويدعو لهم هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم يمر على نسائه ويدعو لهم فالإنسان يحتاج أن يدعو لمرأته والمرأة كذلك تدعو كثير من البيوت فيها تقصير في جانب الدعاء الدعاء للطرفين ينبغي أن يكون موجودا في الحياة الزوجية وأيضا مما يورث التراحم والتواد بين الزوجين وهو أمر مهم جدا مراعاة الأمور الفطرية التي تكون سواء في الرجال أو في النساء النبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا الأمر وأكد عليه في أحاديث كثيرة ولكن نلمس أن الناس تغفل هذا الجانب النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وأعوج ما في الضلع أعلى فإن أردت أن تقيمه كسرته بيّن أن المرأة قد تصدر منها بعض الأخطاء تصدر منها هذه الأمور تصدر منها السلبيات لكن ينبغي على الإنسان أن يدرك الأمور الفطرية الموجودة في المرأة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنهن يكفرن الإحسان وفي الرواية الأخرى يكفرن العشير فإن أحسنت إلى إحداهن الدهر قالت لم أر منك خيرا قط والنبي صلى الله عليه وسلم مر على عصبة من النساء فقال لهن اتقينا الله ولا تكفرن المنعمين أي الزوج لما ينعم على المرأة فهذا جانب فطري في المرأة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الغيرة فطرة في المرأة كما جاء في الحادثة المعروفة أن إحدى أمهات المؤمنين أرسلت مع غلام إناء فيه طعام إلى بيت عائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة فلما رأت أم المؤمن عائشة هذا الإناء من بيت زوجة أخرى كسرت الإناء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال غارت أمكم وأمرها أن تعوض هذا الإناء فالغيرة أيضا فطرة في النساء مراعاة التقلبات النفسية المرأة لما تكون في العادة في العذر يتغير وضعها الفيسيولوجي وهذا طبيعي فالإنسان يحتاج أن يتعامل بمقتضى هذا الأمر الرجل كذلك إذا كان عليه أعباء وضغوط عمل التعامل معه يختلف لما يكون الإنسان في راحة ولم يتكبد المشاق فكل من الطرفين تمر عليهم حالات لا بد من مراعاتها أيضا مما يحقق المودة والتراحم بين الزوجين مراعات المرحلة العمرية والسن والعقل يعني لما يتزوج الرجل البنت التي مثلا في الثامن عشر من عمرها ليست كالتي في العشرين ليست كالتي في الخامس في العشرين يتفاوتن في التعامل في التفكير النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي صغيرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها وعندها اللعب ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مرة على عائشة وكان لها ستر فجاءت الريح فارتفع الستر فإذا لعب لعائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا فقالت عائشة رضي الله عنها هؤلاء بناتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما هذا الذي في الوسط يعني وسط هذه اللعب فقالت عائشة فرس فقال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا من عهن من القطن فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي على الفرس فقالت عائشة جناحان فقال النبي صلى الله عليه وسلم فرس له جناحان يعني يمازحها فقالت أم المؤمنين عائشة ألم يأتي في الخبر أن سليمان عليه السلام له فرس له جناحان فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدأت نواجده فهذه إشارة إلى أن المراحل العمرية تتفاوت والتعامل مع العقول المختلفة لابد أن يراعيها الإنسان في التعامل أيضا مما يحقق التواد والتراحم بين الزوجين أن يكون هناك جانب من المزاح كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح كان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق أهله جاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مع الصحابة في ركب كان يتأخر النبي صلى الله عليه وسلم ويسابق عائشة والحديث الصحيح البخاري قالت تسابقت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته فلما زاد اللحم يعني كبرت بعض الشيء يعني ثقلت في الجسم قالت سابقت النبي صلى الله عليه وسلم فسبقنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه بتلك فالمزاح المنضبط لا بد أن يكون بين الزوجين أيضا من الأمور أن يتجنب الإنسان الغضب الغضب من المعضلات والمؤثرات السلبية على الحياة الزوجية ومن أخطر الأمور اتخاذ القرار في وقت الغضب يعني كم من حالات الطلاق إنما وقعت في لحظات الغضب ثم تجد الندم والبكاء والتحسر على هذا القرار السريع الذي اتخذ في هذه اللحظة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذلك الرجل قال لا تغضب فردد النبي صلى الله عليه وسلم مرارا لا تغضب والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن قال ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة فقالوا بلى فقال الودود التي إذا غضبت أو غضب زوجها قالت لا يرقى لي نوم حتى ترضى هذه تدل على أن الإنسان يتجنب الغضب سواء من الرجل أو سواء من المرأة ويحاول الإنسان أن يستدفع وأن لا يتخذ أي قرار في لحظات الغضب الحكيم قد يخرج أحيانا من البيت قد يخرج من هذا الموقف حتى لا يعني يدخل عليه الشيطان فيتخذ مثل هذه القرارات أيضا من ما يكون سبب للتواد والتراحم بين الزوجين البعد عن العنف والضرب هذا الأصل في الحياة الزوجية أم المؤمنين عائشة تقول ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ولا خادما بيده لم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد أول النهار ثم يجامعها آخر النهار وإن شرع الإسلام الضرب التأذيبي فهو في قيود معينة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضرب الوجه وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوهن ضرب غير مبرح بقيود الأصل البعد عن العنف يعني بعض الأمور لما تصل إلينا وبعض الأسئلة نستغرب من تعامل الناس مع يعني زوجاتهم بالعنف والضرب بعيد كل البعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل أيضا من الأمور المهمة ضبط الغيرة بين الزوجين وهذا يحقق جانب التواد قضية الظنون النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من الغيرة غيرة يحبها الله وإن من الغيرة غيرة يبغضها الله عز وجل الغيرة التي يحبها الله هي التي تكون في ريبة والغيرة التي يبغضها الله عز وجل هي التي تكون في غير ريبة يعني لا يوجد قرائن لا يوجد دليل فقط لأدنى أمر يكون الشك سواء من الرجل أو من المرأة بعض الناس للأسف ربما هو ابتلاء يعني نوع من الوسواس لديه يعني بعض الناس عنده غلو يعني من الحالات التي تمر علينا بعض الناس فقط إذا رن هاتف المرأة الرجل يشك الرسالة يشك هذا مريض نسأل الله يعافيه فالغيرة لها حدود معينة الظن بين الزوجين لابد أن يبنى على الظن الحسن أيضا مما يكون سبب للمودة والرحمة بين الزوجين المحافظة على أسرار الحياة الزوجية ينبغي أن تكون الخلافات الزوجية حدها عتبت الباب ما تخرج اليوم لماذا تقع يعني الخلافات وحالات الطلاق سبعين بالمئة عندنا من الخلافات في الدولة وحالات الطلاق نتيجة تدخل الأقارب دراسة بسبب تدخل الأقارب تدخل الوالدة تدخل الأصل إذا وجد الخلافات ينبغي أن تكون في الحدود الضيق ينبغي أن لا يخرج شيء من هذه الخلافات ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أمور أن المرأة هي التي تحفظ زوجها في نفسها وفي ماله وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة العلاقة الزوجية إن من شر الناس منزلة عند الله عز وجل من يفضي إلى زوجته وتفضي إليه ثم ينشر سرها هذه كلها تؤكد قضية السرية التي ينبغي أن تبنى عليها الحياة الزوجية أيضا المحادثة التي تكون بين الزوجين وحظ من الجلوس معهم اليوم كثير من الأوقات تغتال المرأة مشغولة بوظيفتها بصديقاتها الرجل مشغول بوظيفته بنفسه كم من الساعات التي يحصل فيها اللقاء المحادثة الذي يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على نساء في فترة الضحى وأيضا جاء في الحديث أنه كان يمر عليهم في فترة العصر ويؤانس نساء وكان من الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسامر أهله وكان يحادث أهله كما جاء في حديث ابن عباس أنظر إلى الواقع اليوم في تحقيق مثل هذا الأمر مع استخدام العبارات الجميلة الكلمات الطيبة وقول للناس حسنى النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم الكلمات الجميلة يا عائش في ترخيم يا حميراء النداء بالألقاب المحببة إلى النفس أيضا التعاون من الأشياء التي تورث التراحم والتواد بين الزوجين التعاون الذي تبنى عليه الحياة الزوجية أم المؤمنين عائشة في الصحيح تصف حال النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله مهنة أهله يعني خدمة أهله فإذا أقيمت الصلاة خرج إلى الصلاة يعني لا بد أن يكون هناك تعاون في إطار البيت بين الزوجين لا بد أن يكون هناك تقاسم الأعباء والواجبات بين الزوجين حتى تكون هذه الحياة حياة طيبة أيضا من الأمور التي تورث التراحم والتواد بين الزوجين قضية القناعة لا بد أن يكون بين الزوجين جوانب من الرضا والقناعة وترك الآفات التي ابتلين بها اليوم في قضية المقارنات كل أسرة تقارن نفسها بالأسرة الثانية ما لديهم من السيارات البيوت الرواتب يفتح عليهم باب والعياذ بالله تصخط على قدر الله عز وجل وتصخط على الأرزاق والدخول في أمور كثيرة جدا فلما تكون القناعة موجودة بين الزوجين تحفظهم من هذه الآفات فهذه الحياة الزوجية قائمة يعني من أولها إلى آخرها على التراحم سواء في المحادثة في المزاح في التصريح في المحبة بعض الناس ربما يستحيقوا كيف أقول أحب امرأتي النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحب الناس يعني إليك فقال يعني أبو بكر قيل من النساء قال عائشة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن قديجة كانت من أحب الناس إليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فهذا كله فيه معاني المودة التي ينبغي أن تكون بين الزوجين اليوم نعاني من الجفاف العاطفي جفاف العاطفي المرأة إذا لم تجد من زوجها العاطفة المودة ربما يفتح الشيطان عليها أبواب الحرام ربما تشكل علاقات محرمة وغيرها لا بد أن تبنى هذه العلاقة على المودة في الكلام في المزاح في تحقيق الرغبات المطلوبة في الحياة الزوجية فالحياة الزوجية تحتاج إلى كل هذه المعاني والقيم والتعاملات التي نستقيها ابتداءا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله عز وجل أن يرفقنا وإياكم للطاعات وأن يرزقنا وإياكم الفوزة بالجنات وأن يرزقنا وإياكم الثباتة حتى الممات أنه لذلك والقادر علي صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا